للصفقات العمومية في ظل تعزيز القانون التوجيهي لمكافحة الفساد وتفعيل هيئة الرقابة وتحسين يداء القطاعات الحكومية تنظم وزارة الشؤون الاقتصادية وتركية القطاعات لانتاجها بالتعاون مع شركائنا في التنمية اليوم العالمي لمحاربة الرشوة تحت شعار احفظ حقك العبدورة كقلال الفساد تهدف هذه التظاهرة إلى إبراز خطورة ظاهرة الفساد وانعكاساتها السلبية وجهود السلطات العمومية في مجال الحد منها باعتبارها عائقا أمام تحقيق هداف التنمية المستدامة نخلد اليوم كما جرت العادة في التاسع من ديسمبر من كل سنة اليوم العالمي لمحاربة الرشوة سبرا إلى تجسيد الجهود التي تبدلها بلادنا لمكافحة الرشوة بفاعلية وفقا لما ورد في خطاب رئيس الجمهور السيد محمد ورشيخ الغزواني بمناسبة ذكرى الـ 61 يعيد الاستقلال الوطني وتأكيده على أن تكون هذه الشهود عملا مؤسسيا وفعالا يتم من خلاله صيانة موارد الدولة وأن يحاسب المرتشون طبقا لنصوص القانونية المعمول بها ومنذ أغسس 2019 تم القيام بنشاطة فعالة في مجال مكافحة الرشوة ويتعلق الأمر بنشر تقارير محكمة الحسابات وتقييم نظام الصفقات العمومية في بلادنا وتحليل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة من جانبه أكد منسق برنامج الممتحدة للتنمية في بلادنا السيد أنتوني أنغو رورانو أهمية تخليد هذا اليوم الذي أصبح رمزا للجهود المقام بها بأنحاء العالم من أجل القضايا على ظاهرة الفساد مذمن مصادقة السلطات الموريتانية على استراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة والذي ساهم في إحرازها لنقاط مريحة في مجال مؤشر مكافحة الرشوة فضلا عن تطوير آليات محاربة الفساد والعمل على ترقية مبادئ العدالة والشفافية فعاليات اليوم العالمي لمحاربة الرشوة تضمنت جملة من العروض والنقاشات تناولت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة ودور المفتش العام للدولة في تعزيز الحكامة والمتابعة والتقييم في مجال الصفقات العمومية إضافة إلى دور المرصد الوطني لمحاربة الفساد ضفنا اليوم محاضرات وعروض حول مواضيع مهمة ومفتوحة للنقاش هذه أول ميزة الميزة الثانية أن نخلق ظروف تتسم بقدر من الإنجازات التي لديها بعد وعندها أهمية وتحتاج للتفكير فعالية يعول عليها في زيادة الوعي بخطورة ظاهرة الرشوة ونعكاساتها السلبية على الفرض والمجتمع سواء كانت في ميدان الصفقات العمومية أو في تصرفات الموظف العمومي